اكيد سمعتوا ان شركة فيسبوك قررت تغير اسمها لميتا مش المتة السورية ميتا اسم الشركة وفيه اش اسمه الميتا فيرس العالم الواقعي العالم الافتراضي العالم الاعلى استعملوا كثير مصطلحات لتعريف هذا العالم تعني اشرح اول الشو كاعد بصيرهم اول اش شركة فيسبوك غيرت اسمها ولكن ما غيرت اسم تطبيق الفيسبوك تطبيق الفيسبوك رح يظلوا بنفس الاسم بنفس اللوغو بنفس الشكل على الاقل بالفترة هاي تمام فليتغير فقط اسم الشركة الام الشركة الكبيرة اللي بتملك الفيسبوك الانستجرام كمان الواتساب وعدة شركات كمان موجودة اللي مش كثير ممكن نسمعنا عنها او بنعرفها ولكن فيسبوك تملك العديد من الشركات فقررت تعطي اسم الها اللي يملك كل هاي الشركات بما يتضمن كمان برنامج او موقع الفيسبوك اللي هو عبارة عن سوشيال ميديا او موقع تواصل اجتماعي هاي اول نقطة فاسم الشركة الاساسي او الاعلى واسم الشركة الام هو متا اللي تحتها باقي التطبيقات والمواقع والبرامج والأخ من هاي الشغلات بالنسبة الى الميتا فيرس شو هو الميتا فيرس راح حاول اشرحها بشكل بسيط على الاخر لانه كان الشروحات كثير معقدة شفيت وصعبة ببساطة انت ممكن تلبس منظرات وتحط نوع من انواع السماعات وتلبس اقلافز معينة وتدخل على العالم الافترابي شو يعني بدل ما انت تطلع على السمارتفون وتشوف مثلا فيديو على الانترنت او تشوف مؤتمر معين بشكل لايف عن طريق الانترنت انت ممكن تنضم للمؤتمر بشكل حقيقي يكون في نسخة منك انت موجودة في العالم الافتراضي اللي بتمثلك انت بالشكل اللي بدك اياه وباللون اللي بدك اياه ممكن تختار الافاتار طبعك او الشكل طبعك في هذا العالم يكون بينك وبين الناس الموجودة بهذا المؤتمر او هذا المكان نوع من انواع التواصل عكس الVR والAR اليوم انت عن طريق الVR والAR ممكن تدخل على العالم الافتراضي تشوف شغلات ممكن تتفاعل مع الذكاء الصناعي الموجود في اللي بيعملوا الكمبيوتر ولكن هون احنا بنحكي عن الميتافيرس انك تتفاعل بشكل حقيقي في العالم الافتراضي مع ناس موجودين بمكان اخر من الكوكب شو يعني اوكي ممكن الاشي بالاول يكون معقد او صعب اعطيكم مثال انا بده اشارك بمؤتمر بالصين وفيه الي صاحب موجود هناك في المؤتمر وحاب مثلا اتواجد مع صديقي في هذا المؤتمر فانا بكفي البس هاي السماعات والبس هاي النظرات وهاي الجلافز وافوت معاه على هذا العالم او تقنيا انا موجود في العالم الافتراضي اللي يمثلني في العالم الحقيقي في الصين تمام فهو بيقدر هيك يتفاعل معي يحكي معي يتواصل معي بشكل مباشر وانا شايفه قدامي واتفاعل معاه اوكي مش بس اني اشوفه عن طريق اللايف او عن طريق الانترنت ممكن الاشي شوي بالاول يكون غريب علينا ممكن يكون جديد علينا ولكن في من سنوات طويلة ينحكي عن هذا الموضوع ونعمل عنه كثير افلام بتقدروا تفوتوا على الانترنت وتدوروا عن كثير افلام تحكي عن الواقع الافتراضي او العالم الافتراضي وحسب ما بيحكوا قاعدين انه هذا الاشي رح يغير كل مفهومنا للشغل للعمل للتواصل الاجتماعي وحتى للعب كل هاي الامور رح تتغير رح تختلف كليا الانترنت بالشكل اللي احنا بنعرفه بالطريقة اللي احنا بنعرفها رح تتغير كليا طبعا الاشي ممكن ياخد سنة سنتين ممكن ياخد عشرة ما بعرف ممكن ينجح ممكن لأ كمان ما بعرف ولكن موضوع التواصل الاجتماعي على المحك اذا اصلا هو مش مدمر يعني موضوع التواصل الاجتماعي بين البشر تقريبا تدمر كليا افكر يعني فيه تواصل كله راح يكون عن طريق السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الانترنت ولكن الانترنت اللي احنا بنعرفه بالشكل اللي هو ال 2D او الاشكال العادية انك تفوت على جوجل تكتبات بحث معين كله راح يختفي كليا طبعا خلال فترة معينة بعرفش فيه ناس ممكن تحب هذا الاشي فيه ناس ممكن ترفض هذا الاشي ولكن اذا بنحكي عن السنتين او الثلاث اللي كنا فيهن بسبب المرض الكورونا ومرض الكورونا بنقدر نشوف ان احنا كثير منها بنشتغل اصلا عن طريق الانترنت من الدار نطلعش من الدار او بنتعلم بنلعب حياتنا كلها عن طريق الانترنت صارت اليوم السؤال هل راح نتقبل الموضوع الجديد افكر راح نتقبله ولكن الاشي راح يكون بشكل تدريجي انه يعني تشتغل من الدار تعلم من الدار تعيش من الدار تخيل يعني اخوك الصغير قاعد حدك وحط السماعات وحط النظارات وبتفاعل مع ولاد صفه اللي هني موجودين مثلا في بلد ثاني ممكن يكون الاشي بالاول غريب ولكن الاشي بيخوف صراحة تخيلوا الدار كل ياتها العيلي كل ياتها حط سماعات وحط نظارات يعني راح يبطل في تواصل بين العيلي نفسها فالاشي بيخوف في نوع من الخوف ولكن يمكن لازم نعرف نتأقلم مع هذا الامور او مع هذا الاشي الجديد هذا هو كان معكم حمد جرامني من قناة جيتك تحياتي سلام سلام